توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 644 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت ألف واثنين طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط مئة وثمانية وتسعين طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط سبعمائة وسبعين طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 34 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط تسعمائة واثنتين وعشرين قضية من بينها مائة وأربعة وتسعون قضية خبز ناقص الوزن ومائة وسبع عشر قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر